سبع الخير وأهلا بكم مع أبرز الترندات اللي تصدرت السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة أول ترند معينا النهاردة طبعا عن قناة السويس ونجاح الجهود المصرية في تعويم السفينة خلال الساعات الماضية واللي كشفت مدى قدرة الدولة المصرية على إدارة الأزمات بطريقة أبرز العالم لأن النجاح ده تكلل الحمد لله بعد جهد ضخم بذل العاملين في هيئة قناة السويس خلال تعاملهم مع السفينة بهذا الحجم والضخامة الكبيرة طبعا الترند ده على كل محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي وتم فيه تداول صور نجاح التعويم وكمان فرحة العاملين في هيئة قناة السويس وكمان تصريحات العاملين في الهيئة عن النجاح يعني مثلا قبطان بحري شحتة أورا قبطان القطرة عزة عيدل وأحد أبطال إنقاذ السفينة الجانحة أكد أن العاملين بهيئة قناة السويس اشتغلوا تحت ضغط كبير جدا ومناموش أبدا منذ جنوح السفينة وأنه بعد نجاح العملية كلهم بكوا طبعا قال كمان كنا بنرأب خط سير السفينة بالملي علشان ما تتحركش مننا تاني ولما كانت بتتحرك زي أب منتظر مولوده ولازم ندخل السفينة واحدة واحدة لمنتصف القناة وبنتي زغرتت لما سمعت إنها اتحركت حقيقة كلنا فرحنا وكنا مبارك لبعض طبعا ده تصريح من التصريحات المبهجة واللي جسدت قد إيه كل العاملين في هيئة قناة السويس تعبوا علشان تنجح عملية تعويم للسفينة طبعا ألف مبروك مصر بخير وهتفضل بخير إن شاء الله تاني ترند النهاردة عن لاعب نادي الزمالك السابق وعوض مجلس النواب حازم إمام وزوجته أدريا داود واللي كانوا ضيفين على الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة وتكلموا عن تعرفهم والمقابلة الأولى وقصة حبهم وزواجهم وعن الخطوبة والصدفة اللي يعني قدت لي تعرفهم ببعض وقالوا إن الصدفة اللي خلتنا نتعرف على بعض كان حازم إمام في ملجأ في المعادي وكنا عوزين نجيب حد مشهور وكان في مغني بس ما كانش فاضي وقلت لهم إن طبعا نتكلم حازم إمام أنا ما كنتش أعرفه لكن أصحابي كانوا يعرفوه كان عمري ما شفته قبل كده ولا أعرفه وأخدت نمرته وخليت حد ما بيننا يكلمه ما روحناش ملجأ ولا أي حاجة وشفنا بعض في العربيات في المهندسين وقابلته أول مرة وكنت في عربيتي وهو في عربيته وسلمنا على بعض عادي جدا أما حازم إمام نفسه تكلم عن بداية تعرفهم وقال اتصلت كذا مرة وقلت لها أنت جبتني مريتي منين قالت من فلانا وبعدين كلمتني كذا مرة علشان نروح الملجأ وبعدين كنت خلصت التمرين وشفتها أول مرة في شارع سوريا في المهندسين وكان شكلي غريب جدا ولابس آيس كاب زي الحرامية ودأني طويلة وشكلي يخد طيب تالت ترند معينا هو فني وهو عن مغني الراب مروان بابلو اللي لسه متصدر الترنديات محركات البحث على جوجل بعد ما طرح ألبومه الجديد على موقع الفيديوهات يوتيوب مساء أمس وبابلو هو شاب اسكندراني عمره 24 سنة ضمن الموجة الجديدة من مغنيين الراب اللي قدروا يلفتوا الأنظار والانتباه ليهم زي ويجز مثلا وأبي يوسف وغيرهم من الشباب اللي بينتجوا وبيسجلوا وبيصوروا لنفسهم وبيحققوا كمان ملايين المشاهدات على اليوتيوب في ظاهرة فريدة ومختلفة سواء طبعا عجبك الفن اللي بيقدموه أو ما حستش إنه معلم في دماغك قوي فهم بالتأكيد ظاهرة فريدة وتستحق التأمل حقيقي إن مطرب شاب يحتل الترند لمدة يومين متواصلين ده يعني نجاح كبير ألبوم مروان بابلو بيضم خمس أغاني جديدة وكان المطرب مروان بابلو طرح أغنيته غابة أواخر فبراير الماضي بعد سنة من قرار اعتزاله الغناء لكنه عاد من جديد وبقوة أما الترند اللي تصدر معينا أيضا محركات البحث هو تجربة إنتاج لقاح كورونا في المنطقة العربية وتحديدا في دولة الإمارات العربية دولة الإمارات أعلنت انبارح الاثنين عن بدء انتاجها للقاح مضاد لفيروس كورونا داخل الدولة في إطار المعركة العالمية الجرية ضد جائحة كوفيد ناينتين ويحمل اللقاح اسم حياة فاكس وسيكون أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة العربية وسيتم تصنيع اللقاح بواسطة شركة مشتركة تم إنشاءها حديثا بين شركة سينوفارم الصينية مع شركة جي اتنين واربعين إماراتية الرائدة في قطاع تكنولوجيا ومقرها في إمارة أبوظبي طبعا شركة سينوفارم أحد أكبر شركات الأدوية في العالم اللي وفرت أكثر من مئة مليون جرع من لقاح كورونا على مستوى العالم لإعلان عن بدء الإنتاج شهد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي ومستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني خلال حفل أقيم في أبوظبي دي كانت أهم ترنداتنا النهاردة لتصدرت محركات البحث على مدار مساء أمس وحتى اليوم بشكركم على طيب المتابعة وانتظرونا في تغطيات إخبارية متنوعة على التلفزيون اليوم السابع وإلى اللقاء